السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والواضح في النشاط العلمي للسنة الخامسة الابتلائي إذن الوحدة التي نشتغل عليها إذن هي الوحدة الثالثة حول صنيف المادة وخصائصها إذن يوم عنا فصل الخلائط في الصفحة 46 و 47 من كتاب الواضح إذن ننتقل إلى الصفحة 46 إذن فصل مكونات خلائط إذن اليوم سنتعرف عن التقنيات التي ستساعدنا لفصل الخلائط إذن نبدأ بالملاحظة والتساؤل اشتد العطش بسامير تناول كأسا وفتح الصنبور فلاحظ أن الماء قد صار عكرا فامتنعني الشرق وأغلق الصنبور فكر قليلا ثم تساءل كيف يمكنني أن أعيد هذه أن أعيد الماء لهذا الماء صفاءه إذن هنا سامير يعني لاحظا أن هناك خليط لم يعد فهو كان عندما يفتح الصنبور يخرج منه الماء فقط ولكن هذه المرة يعني عندما فتح الصنبور وجد خليطا إذن ففكر كيف يمكن وتساءل كيف يمكن الفصل بين الماء وما أعكره إذن استساءل الذي سنترحه ما هي التقنيات التي تساعدنا على وتمكننا من فصل مكونات خليط إذن لفصل مكونات خليط هناك التصفيق وهناك التبخير والتكاتف والترشيح وبالنسبة لهذه التقنياتين نجمعهم في التقطير إذن هذا ما سنتطرق إليه في هذه الحصة إذن سنختبر فرضياتنا إذن نبدأ بالنشاط الأول أتعرف تقنية فصل مكونات خليط غير متجانس إذن بعدها شنو خليط وشنو غير متجانس والخليط هو الذي يتكون على الأقل من مكونات أو أكثر على الأقل جزء المكونات أو أكثر إذن هذا يسمى خليط والخليط يمكن أن يكون بين جسمين سائلين كما يمكن بين جسمين صلبين وسائل كما يمكن أن يكون بين جسمين صلبين كما يمكن أن يكون بين غاز وسائل إذن هذا هو المفهوم الخليط والغير المتجانس هو الذي نستطيع أن نميز بين مكوناته بنعين مجرد إذا رأينا هذا الكأس ولاحظنا هذا الكأس جيدا فإننا نلاحظ جزءا يعني مترصبا في الأسفل وجزء سائل إذن هنا هنا كنقول خليط غير متجانس وعندما لا نستطيع أن نميز المكونات كي بلين واحد المكوين ولو أنهم هما إثنان أو أكثر ففي هذه الحالة كنقول الخليط متجانس إذن نبدأ بالنشاط الأول أضع ماء عكرا ماء زاء التراب في كأس وأتركه لمدة في حالة سكون ولاحظ وأملأ الفراغ بما يال تدريجيا الثقيلة تترصب إذن تترصب تترصب الأجسام الثقيلة الأجسام الثقيلة غير المدابة تدريجيا ماذا يعني بتدريجيا؟ يعني شيئا فشيئا في قعر الإناء إذن هنا في البداية ما تكونش مترصبة وعندما نتركها مدة موينة فإنها تترصب ولا تدو إذن أصب الجزء السائل في إناء آخر ألاحظه وأملأ الفراغ بما يلي إذن هنا غد ناخد هذا الكأس النيت وغد نصبه في كأس آخر ونخليه هنا في القعر هذه الحتالة وهنا غد يولي لنا واحد الماء مصفق يسمى كما سنرى إذن لا زالت الأجسام الخفيفة عالقة يعني هنا هل الخليط متجانس؟ غير متجانس؟ لماذا؟ لأنك أجسام عالقة وبالتالي هذه العملية التي سنسميها بعملية التصفيق هي تساعدنا على فصل المكونات التقيلة أو التي تطفو في بعض المرات باستعمال هذه الطريق التي تسمى بالتصفيق إذن تسمى هذه العملية بالتصفيق والماء المحصل عليه يطلق عليه الماء المصفق إذن هذا الماء المصفق وهذه الحتالة بقيت في قعر الكأس إذن ننتقل إلى النشاط المولي أضع ورق الترشيح في قمع متصل بإناء وأصب الماء المصفق إذن سنأخذ هذا الماء المصفق النيت ونفعل له عملية أخرى لكي نصفوها أكثر إذن ألاحظ وأعبر وأملأ الفرق إذن هنا سنأخذ ورق الترشيح ثم نأخذ الكأس الماء المصفق ثم نصبه في ورق الترشيح فنحصل على رشاحة إذن هنا العملية التي قمنا بها والأجسام العالقة تبقى في ورق الترشيح إذن ماذا سنقول تترصب إذن تترصب الأجسام تترصب الأجسام الخفيفة التي كانت عالقة عالقة بالماء فين كتترصب على ورق الترشيح بينما ينفذ ماذا يعني ينفذ يعني 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 يمر عبر ورق الترشيح يعني يعني ينفذ نحو لا تترصب الماء إلى القنينة عبر ورق الترشيح صافيا تسمى هذه العملية بالترشيح الترشيح والماء المحصل عليه بالرشة إذن هنا الخلاصة نتعاد لأنشطة هذه النشط الأول هو أن كان عندنا التصفيق وكان عندنا الترشيح التصفيق كان تجعله الماء المسبق الهدف منه هو أنه يعزلنا أو لا يفصل لنا الأجسام التقيلة بينما الترشيح هو ينتج عنه الرشاحة والهدف منه من استعمال هذه التقنية هو فصل الأجسام العالقة التي توجد في وسط السائل إذن ننتقل إلى l'activité نمير 2 كمان اكسترار دي سيل دي لو صالي إذن كيفاش غادين نفصلو ولا غادين نحذفو الملح الذي المداب في الماء الماء المالح الماء المالح ولا صالي عنا ماء مالح كيفاش غادين قدرون نحذفو هنا في هذه الحالة عنا خالط متجانس ما كيبنناش حنا الملح فالملح مداب إذن جو شوف دي لو صالي إذن غادين نسخن ذلك الماء المالح دون زين تيب ASFI ونبو باختبار جسك الإفابوغاسيون حتى توقع الإفابوغاسيون حتى يوقع تبخر نهائي الكل لذلك الماء ويبقى الملح مترصبا في الماء وهكذا نكون قد فصلنا بين مكوينين كان عبارة عن خالط خالط متجانس إذن هنا ما هو السؤال هنا يجبنا الملء هنا هذا جوج الفارغات إذن هنا يشير إلى الماء المالح لو صالي لو صالي إذن هذه ستين أو صالي ما هو السؤال؟ هذا هو السؤال للشرب للشرب يشير السؤال الزبال للشرب للشرب Donc j'observe Et je légende Le document 6 Nous avons légendé Et je m'exprime en complétant Par évaporation Extrait Donc on extrait On extrait On extrait On extrait Le sel de l'eau Par quoi ? Par l'évaporation On extrait dans la filtration Dans la tèche Ou dans la fecundation Non ? Donc on extrait Dans la décontation On extrait Ou dans l'évaporation Donc l'évaporation C'est la qui nous permet de A l'évaporation De la mucouinat De la chaleur De la chaleur Le n'est pas Le 3 C'est la technique De la chaleur De la chaleur Donc ici C'est la technique C'est la distillation C'est la distillation Comme je dis Au début de la science Alors on prenez C'est une technique Pour l'évaporation C'est la technique C'est la technique C'est la technique Du de la technique C'est la technique C'est une technique On extrait C'est un technique C'est un technique وعلى أساس البخار الماء سيبدو يضرب في هذا الزجاج البارد وعندما يبرد يتكاتف ويتحول إلى قطارات الماء حينئذ سيبدو قطارات الماء كي تصب في هذا الكأس وفي النهاية نحصل على الماء في هذه الكأس ونحصل على الملح مرصب في الحوجالة إذن هنا ألاحد وأتمم ما يلي إذن ينفصل التقطير بخار يتكاتف يتكتف الحقيقة كنقول يتكاتف يتبخر الماء في إذن يعني يتبخر الماء فينفصل يعني هنا الماء منك يتبخر كينفصل كيتعزل يعني الأجسام المدابة فيه حيث يتصاعد على شكل ماذا؟ على شكل بخار وعند تعرض هذا الآخر للبلودة يتكتف 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 ليعطي قطارات مائية يمكن تجميعها في إناء بينما تترسب الملح في قاري الحوجالة وتسمى هذه العملية بالتقطير إذن اليوم إحنا شفنا ثلاثة أربعة ديال الطرق فالتقطير هو عبارة عن ماذا؟ تبخر و كما قلت في الفداية هو تكاتف إذن هذا هو المفهوم ديال التقطير لديستيلاسيو إذن ننتقل إلى استنتيج لفصل مكونات خليط غير متجانس إذن هنا نخص ندبه الخلاصة ديال الدرس نفرقه بين الفصل متاع خليط متجانس و خليط غير متجانس بالنسبة للخليط غير متجانس يحتوي على أجسام ثقيلة نقوم بعملية التصفيق ندره عملية التصفيق لفصل مكونات خليط يحتوي على أجسام حتى هو غير متجانس هنا كذلك الخليط اللي فيه أجسام معرقة كذلك فهو خليط غير متجانس نقوم بعملية الترشيح ولفصل مكونات خليط متجانس إذن هنا نلجأ إلى عملية التقطير التي هي كما قلنا هي تبخر متبوع بتكاتف وتكتب إذن هذا هو ملخص هذه الحصة إذن ننتقل إلى أطبق إذن أرادت فاطمة الحصول على ماء صاف من خليط غير متجانس به أجسام خفيفة عالقة وحددوا لفاطمة الطريقة المناسبة إذن هنا إذا نريد أن نجاوب على هذا نرى ما قالوا لنا قالوا لنا أجسام عالقة ماذا نقول أجسام عالقة؟ يعني جاية في الوسط دير الخليط أعملية تصفق لا تصلح لأن الخليط لأنه لا يوجد لصب بغاسيوم لا يوجد لصب بغاسيوم فقط تنفعنا طريقة تصفيق لأنه يكون لدي طرس الصب في الأسفل والسائل للفوق هنا تصلح لي عمليات تنفعني عمليات التصفيق ولكن هنا هي الأجسام جاية في الوسط بحال عصر الليمون الليمون فالبورتوقال فالنطحنوه تبقى الأجسام في الوسط هل تنفعوا طريقة التصفيق؟ لن تنفعوا في هذه الحالة كذلك لن تنفعنا طريقة تصفيق هل تصلح لنا طريقة التبخير والتكاتف والتقطير؟ لا لأن الخليط غير متجانس هذه الطريقة التقطير تنفع عندما يتعلق الأمر بخليط متجانس إذن الطريقة التي تنفعنا هنا وتصلح لفصلي هذين الخليط هذا الخليط غير المتجانس هي طريقة أو تقنية الترشح لأن الزيت خفيفة كتلة حجمية تاعها صغيرة كيف هي الطريقة الأفضل؟ هي التصفيق لأن هناك كيبان العزل إذن دائما نرى أن المكونات الخليط معزولين نفكره في التصفيق كيف نرى هذا الشيء من دامج وفيها أجساء معلقة نفكره في الترشح عندما يكون الخليط متجانس نفكره نستعملوا طريقة التقطير التي هي تكاتف وتبخير وإذا نريد أن نحتفظه بالماء لا نريد أن نحتفظه ونستعملوا بالتبخير لا نمشي للتكاتف إذن هنا الميطود التي ستصلح لنا هنا هي La decontation La decontation التي هي التصفيق La decontation La decontation C'est la méthode convenable في هذه الحالة هذه هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول فصل الخلائف من كتاب الواضح وعدنا مع تقويم هذه الوحدة في حصة قادمة بحويل